بالأمس القريب كانت قبلة للعائلات من أجل الاستجمام واليوم أصبحت وكرا للمنحالفين غابة عين الصفراء بولاية عامة تعاني الإهمال بعد تعرضها للتخريب تخريب مس أشجارها التي غرست في ثمانينيات القرن الماضي في مكان الحوض الأخضر ونرى الأشغال التي تطوعها موجودة فيها ولكن نحن نود أن نبعد برسالة إلى رئيس الجمهورية هذا المكان راح من 1988 تابع للسياح ولكن كان فيها عشرين اقطار وبذات هذه المساحة تتقلص حتى صبحت الآن في اقطارين هذه الليها موجودة على المسج وهذا المكان راح في خطر مدى بينا نسترجعه نسترجعه البلدية يصبح تابع للبلدية لأن الناس اللي كانوا متكفلين بيها جاءوا المستثمرين ولكن لم يقبق أحد حملات تطوعية محتشمة تقوم بها جمعيات محلية لإنقاذ ما تبقى من رئة عامة من خلال تنظيف محيطها وغرس أشجار أخرى علها تعوض الأشجار التي تعرضت للزبر والقطع من قبل من وصفهم التكتل الجمعوي بأعداء الطبيعة أنا تقريباً في 40 سنة ما نزادش فيها صجر وبالتالي كي هنا متطوعين وجمعيات ذات الأيام متطوعية هذا التطوع الثالث هنا ولكن هذا ما يكفيش حالاً تكون حاضرة ماذا بينا هنا تكون لما هدية تبع السياحة فعلاً تبع السياحة ولكن ما احنا ما شفنا لا سياحة ولا بيئة ولا غابات ولا هي مهمولة أن منطقة عين السفراء تعتبر منطقة سياحية بامتياز لذلك نرتعي أو نطلب من المصالح البلدية أو كافة الفاعلين على مستوى دائرة العين السفراء بخصوص بلدية العين السفراء التكفل بعدة انشغالات لسينا للإنارة العمومية أنقذوا رئة عامة استغاثة أطلقها مواطنون وجمعيات محلية نشطة يتمنى هؤلاء أن تجد آذاناً صاغيراً وأن لا تكون صرخة في غابة المنسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر